أكد وزير الصحة في إقليم كردستان الدكتور سامان البرزنجي أن تحقيق المناعة الجماعية داخل المجتمع يحتاج إلى تطعيم 80% من السكان باللقاح المضاد لفيروس كورونا وقال البرزنجي في تصريح للصحفين أن حملة تطعيم ضد الوباء مستمرة في مختلف مناطق كردستان وأفق البرنامج الوطني المعد من قبل وزارة الصحة والبيئة العراقية وأضاف أن عدد مراكز التطعيم تتزداد مع وصول وجبات أخرى من لقاح كورونا ولكن يتعين على المواطنين أن يستجيبوا في تلقي جراعات اللقاح بشكل جيد وأتبع الوزير بالقول من السابق لأوانه أن نقول بأن المجتمع قد حقق مناعة تامة من الفيروس وينبغي الاستمرار في تطبيق التعليمات الصحية وتدابير الوقائية ولها الأولوية بالنسبة لنا